الحديث بشكل موسح حول هذا الموضوع معنا اختصاصية التربية نور المصري صباح الخير راس نور أهلا وسأل فيك بداية أبرز الأسباب التي تدفع الطلاب أو الأشخاص الكتابة على جدران المدارس يعني جدران المدارس ليس حصرا هو مثال وليس للحصر يعني كثير من الجدران اليوم اللي بناجي مكتوب عليها ما هي الأسباب اللي بتخلي الناس تكتب للأسف كثير هذه الظاهرة عم تكتر وما عم تنحد لإلها أسبابها عادة بتكون نفسية وسلوكية يعني اللي بيكون عنده ما بيحس حاله قادر يعبر عن رأيه أو بيحس حاله أنه اللي بيكون متسلط أو يثبت شخصيته بيحاول يكتب ويخرب على الحيطان بمختلف العبارات سوى زي ما حكيت أنت على الجدران المدرسة على المقاعد الدراسية على حيطان الملاعب على حيطان أي مكان بيصح له بيكتب عليه مع أنه كان بيقدر يعملها بطريقة تانية تكون حلوة إذا عنده هاي الموهبة بس لأسف ما بتكون ناتجة عن مواهب بتكون ناتجة عن سلوكيات أخلاقية طيب يعني بهذا الشق تحديدا نور فعلا في كثير من الناس موهوبة وبترسم على الحيطان جداريات جميلة جدا كيف من الممكن أنه يعني نطوع مثل هيك تصرفات سلبية ونجعلها تصرفات إيجابية بهذا النسق على مين بيقع الدور الأكبر على مين اللي مفروض إراعي ويتبنى مثل هيك أشخاص في حال كان عندنا موهبة يريتنا أخذها أننا ننميها بطريقة زي ما حكيت لوحات فيه بتأشياء عن جد بتجنن وبتعكس تراث أحيانا وكثير من نشوفها من هذا الحكي ونحاول نتبنى أن السلوك هذا السلبي يصير لإيجابي ويتحول هلأ عادة هذا الأشياء بتنتج عن طريق الدراسة ومراحل عمرية مبكرة فمنحاول عن طريق المدرسة عن طريق المرشدة نحاول إذا في عنا لتفت شوي مواهب وبحب أحكي لك أنا هاي كمان الأشياء عم توصلني حتى بجدران البيت هلأ بعمر صغير بيكونوا الأطفال بيخربشوا على الحيطان وإذا من هون ما بلشنا كمان أنه ما يكتب على الحيطان بس هو هون بيكون عم بعكس مش دائما بيكون عمالة خريبية هلأ إحنا هون بيكون في عنا ناس بيخربشوا على الحيطان بطريقة ما إلها كلمات ما إلها معنا أو كلمات ما بتكون يعني ظابطة بالمجتمع هون وقتها ما بيكون أظن في إلها موهبة بس اللي بيرسم عن جد أو بكتب عبارات زي أشعر زمان كان يكتبوا شعر على الحيطان فلو كان عن جد عنده موهبة يريت نحولها عن طريق المرشدة يعني لما حكيت البيت صراحة لفتني موضوع الأهل لأنه لا شك أنه الدور الأكبر يقع على الأهل يعني ممكن ما قبل المدرسة مزبوط وين يكمن دور الأب والأم والأسرة في هذا الجانب تحديدا مزبوط هلأ دائما أنا بحكي الأسرة هي اللبنة الأساسية لحياة الطفل إذا إحنا ما عرفنا كيف نحطها ونوجهها فبالتالي ما رح يزبط عندنا ورح يوصل عندنا للطفل غير مؤهل إنه يطلع على المجتمع فإحنا هون منبلش إزعينا الطفل بكتب على الحيطان هلأ هون ما عناها مشكلة يمكن شايفها جديد متعلم الكتابة أو شايفها إنه عم بيأخذ الجذب الانتباه بطريقة سلبية فمنحاول نعطيه هون خيارات أخرى وتكون ممتعة أكتر للكتابة زي الكتابة بالرمل الكتابة على الهوى الكتابة بالمعجون ونحاول نلفت نظر إنه هذا اللي بلفت النظر مش على الحيطان طبعا بمختلف الطرق حسب شخصية الطفل وهون بعدها منكمل لما يكبر الطفل على المدرسة بتصير مسؤولية البيت والمدرسة خاصة بتبطل الأعمال التخريبية هيتكون في البيت بتنتقل العالم المجتمع يعني فمنحاول وقتها عن طريق المدرسة ويكون في عواقب دائما ما بزبط إنه خليهم يكتبوا وخلص انتهى الموضوع أو إحنا أحل المشكلة أنا بطريقتي بدون ما أعرف حتى مين المسبب لهذا الحكي لأنه يعني عن جد بتأثر على عين يعني كسياح كتبعين البلد يعني لا واضح يعني أنت اليوم لما تمشي من جم مدرسة وتحديدا يعني المدارس خليني أحكي الحكومية أنت اليوم بتقرأ عبارات يعني منها الأخلاقي ومنها غير الأخلاقي مزبوط تؤذلين وهاي يعني كل الناس بتشوفها يعني مش بخبية على حد اليوم لكن وين دور وزارة التربية خليني أتكلم في هذا الجانب بي وجود مثلا كاميرات على مداخل المدارس ومراكبين ومراكبين بحيث أنه يعني يمنعوا مثل هيك تصرفات هذا الأشيء لازم يكون موجود ومش بس على الحيطان عشان كمان أسباب سلوكية تانية لازم يكون في عنا مراقبة إذا ما كان في عنا مراقبة ما رح نعرف مين الشخص اللي عمل ما رح يكون فيه لدع ولا عقاب للشخص فبصفي عنا شخص غير مسؤول ما فيهون من يعرف اللي عمل وكتير شفناها وشفناها بأشياء تانية وبمظاهر تانية إذا ما كان فيه حدا براقب وعارف أنه هذا الشخص هو المسبب بهذا الأذى عشان يكون فيه عنده عقاب معين وهذا يعني وقتها عند جد لازم نعمل فيه لازم يكون فيه عندنا ولا بتصفي الطفل عندنا أو هو الشخص أو الطالب غير مسؤول وهذا الحكي بيكبر معها عكبر بيصير أنه عدواني بيصير بطل بس خربشة على الحيطان بيصير خربشة على وجوه وضربه بهدلة يعني طيب هو ليس تخصصك لكن سؤال هل هناك عقوبة قانونية أو مساءلة قانونية لهذه الفئة التي تكتب على الجدار أهلا بتهيألي حسب الفئة العمرية أنه مفروض فيه لأنه تابعة لأنه إشي تخريب بيئة ممتلكات عامة ممتلكات عامة ولازم هو عشان هيك لازم نكون عارفين إيش من هو الشخص عشان نقدر نحاسبه اختصاصية تربية والحديث في بداية المقابلة كان من قبلك أنه بعض الأشخاص اللي بلجأوا لهذه التصرفات وكتابة على الجدران هي عملية لإثبات الذات وإثبات الرجولة وتعبير عن المشاعر سواء كانت مشاعر إيجابية مشاعر سلبية مشاعر حب وغرام مشاعر غدر وخياني كثير من المشاعر اللي بنقراها اليوم الحبارات اللي موجودة على حيطان المدارس تحديدا أسوار المدارس وين يكمن حقيقة الدور الرئيسي بموضوع الأسرة تكلمنا عنه العائلة تحديدا تكلمنا عنه والمدرسة المدرسة اليوم نحن نشوف إلى دور مهم خليلي أرجع علي النقطة زي ما تفضلت بالمرشد التربوي الموجود في المدارس ويمكن بعض المدارس المرشد التربوي أو غرفة المرشد التربوي غير مفاعلة بالطريقة الصحيحة أو أنه بحب يكون صاحب بس أحياناً بيكون ما يعني عم بتحيز الفئة معينة وخاصة هاي الناس اللي عم تكتب على الحيطان زي ما حكينا شخصيتهم بتتسم أنه هو بدي يسبب ذاته بدي يحس حاله أنه هو جوات الشعور بدي يطلعه وعم بيحاولوا عن طريق الأشياء التخريبية عن طريق الكتابات على الجدران مشان يكون مصدر للفة الأنظار أو أنه هي يجا كتب فدايماً لازم يكون في عنا مرشدة أو أستاذ بالمدرسة يكون قريب منه الطلاب وإذا حاست عن جد زي ما حكيناً عنده موهبة يحولها لإشي تاني بس للأسف إذا كان عارف منهم وعادة شلية الصف كلها بتكون عارفة أنه هو هذا الشخص اللي كاتب لأنه بحاول يبرز الذات ويسبب حاله فإحنا نحاول أنه نلاقي عقوبة له لأنه بدون عقوبة مستحيل 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 أنه يتعدل هذا السلوك وللأسف زي ما حكيت هو بكبر على هذا المجتمع وبيروح لأحياناً عندما نلاحظها صار على التواصل الاجتماعي بأسماء مستعارة يكتب هاي العبارات فإياريت يعني نبلش من وقت المدرسة من وقت العمر الزغر من البيت عشان نقدر ننتج شخص بعيداً عن هذه التواصل البيعات أود أن أشكرك جزيلاً شكر على هذا الحديث اختصاصية تربية نور المصري شكراً جزيلاً لك شكراً لك شكراً لك شكراً لك